عندما خرج من المبنى رأى بارغاس رصام اللوحات المائية كان يجمع عدته ويشعل غليونا كأنه لبحار عجوز ها المحقق ميغري حياه الفنان اسمي بارغاس دالماو عرف عن نفسه ها يا معلم دالماو هل أنهيت العمل الفني؟ الأعمال الفنية لا تنتهي أبدا إنما الحيلة تكمن في معرفة النقطة التي ينبغي أن نترك العمل الفني عندها معلقا رفع الفنان الغطاء عن اللوح وأراه اللوحة تبدو اللوحة خارج من حلم قال بارغاس الحلم لك مقابل خمسين بيسيتا إضافة إلى الإرادة أخرج النقيب محفظته فلمعت عين الفنان مثل الجمرة في غليونه أعطاه ورقة نقضية بقيمة مئة بيسيتا هذا كثير هز بارغاس رأسه اعتبرني نصير الفنانين نصيرك لهذا اليوم لف الرصام لوحته بالورق الغليد وربطها بحبل هل يعينك هذا العمل على العيش؟ سأله بارغاس لقد كبدتنا البطاقات البريدية خسائر كبرى ولكن ما زال لبعض الناس ضوق رفيع مثل السيد سانشيس قوص الفنان حاجبه ونظر إليه بارتيا كنت متيقنا من أن هذه القصة تخفي موراءها ستورطني في مشاكل كبيرة الآن هل سانشيس زبونك منذ مدة طويلة؟ منذ أعوام هل بعت له لوحات كثيرة؟ بما فيه الكفاية هل يروق له أسلوبك إلى هذا الحد؟ يشتريها مني تعاطفا على ما أعتقد إنه رجل كريم جدا بالنسبة إلى كونه مصرفيا على الأقل لعل ضمره يعذبه ليس الوحيد كفي هذا البلد لدينا فائض من هؤلاء لدرجة أننا نستطيع بيعهم لا تذكرني أرجوك هزد الماء رأسه قليلا وطوى مسند اللوح هل ستنصرف بهذه السرعة؟ ظننت أنك ستروي لي شيئا عن السيد سانشيس اسمع إن أردت أرجعت إليك نقودك واحتفت باللوحة أيضا دعها في مكان ما من المخفر النقود لك لقد كسبتها تردد الرصام ما الذي تريده من سانشيس؟ سأل لا شيء مجرد فضول لقد قال العبارة ذاتها رجل مباحث آخر جميعكم متشابهون رجل مباحث آخر حقا تظاهر بأنك لا تعرف أي شيء هل بإمكانك أن تصف لي زميلي؟ فربما عطيتك نقودا أخرى إن ساعتني لا يوجد الكثير لوصفه ثور مثل حضرتك علما بأن وجه ذلك الثور كان مشقوقا هل أخبرك عن اسمه؟ لم نصبح على هذه الدرجة من الصداقة متى حدث ذلك؟ منذ أسبوعين أو ثلاثة هنا؟ أجل هنا في مكتبي هل يمكنني الانصراف الآن؟ لا داعي للتخوف مني يا معلم لست خائفا منك فأنا أعرفكم عن ظهر قلب لكني أفضل أن أستنشق هواء آخر إن لم يكن لديك مانع هل كنت هناك؟ ضحك الرسام بصوت خافت متهكم سجن موليلو؟ من عام 1939 ولغاية 1943 لا يمكنكم أن تفعلوا بأكثر مما فعلتموه أخرج بارغاس محفظته ثانية مستعدا لدفعة أخرى لكن الرسام رفض عمسك بالنقود التي أخذها منه قبل قليل وتركها تسقط على الأرض ثم رفع مسنده المطوي وحمل حقيبة الألوهن الصغيرة وابتعد وهو يعرج نظر إليه النقيب يغيب على امتداد شارع ذيغرافيا فانحنى ليجمع النقود من الأرض واستأنف سيره بالاتجاه المعاكس متأبطا للوحة دنى إغناثيو سانشيس من نافذة قاعة الاجتماعات ولاحظ أن النقيب يتحدث مع الرصام في الأسفل عند الزاوية وبعد دقيقتين ابتعدت فارغاس باتجاه ساحة كتالونيا حاملا ما يبدو أنها لوحة اشتراها انتظر سانشيس أن يغيب الرجل بين الزحام ثم خرج إلى الممر ومنه إلى مكتب الاستقبال سأخرج عدة دقائق يا ماريا لويسا إذا اتصل الأركى من مكتب مدريد حوليه إلى خوانخو حاضر سيد سانشيس لم ينتظر المسعد هبط السلالي مع قدميه وعندما خرج إلى الشارع لفحته نسمة جعلته يشعر بأن جبينه يتعرق دخل إلى المقهى المجاور لإذاعة برشلونة في شارع كاسبي وطلب ثنجان قهوة بالحليل وبينما كانوا يعدونها له اقترب من الهاتف العمومي في آخر الصالة وألف رقما يحفظه عن ظهر قلب بيريانيس أجاب الصوت من الطرف الآخر للخط لقد جاء إلي نقيب في الأمن يدعى بارغاس منذ قليل ساد صمت طويل هل تتصل بي من هاتف المكتب؟ سأله بيريانيس طبعا لا أجاب سانشيس لقد جاءوا إلى مكتب هذا الصباح أيضا هو ومعه شابة قال إن لديهما كتابا لمطايكس ويودان بيعة هل تعلم من هما؟ هو يعمل في الأمن بكل وضوح أما هي فلم تعجبني البتة ما إن غادر فعلت ما أخبرتني بفعله اتصلت بالرقم الذي أعطيته لي وأغلقت السماعة مباشرة لإبلاغ مرقاذ بأن نلتقي في المكان المعتاد وقد تلقينا منذ أقل من ساعة ضرنت أنه أخبرك لقد حدث عائق ما توجب على مرقاذ أن يعود إلى البيت قال سانشيس عما سألك النقيب؟ كان يسأل عن مرقاذ لا أدري بخصوص حادث مرور سخيفة لا بد أنهما لاحقا بك سمع سانشيس المحامية يتنحد هل تعتقد أن لديهما اللائحة؟ لا أدري ولكن لا ينبغي أن نعرض أنفسنا للخطر وماذا تريدني أن أفعل؟ سأله بيريانيس لا لقاء مع مرقاذ ولا اتصال حتى إشعار آخر وإن كان ثمة ضرورة سأتواصل معك بنفسي عد إلى المكتب وتصرف كأن شيئا لم يحدث أمره سانشيس وأنصحك بالابتعاد عن المدينة قليلا أغلق المصرفي السماعة واتجه إلى الباب مباشرة شاحب الوجه يا سيد فنجان قهوةك قال له النادل فنظر إليه سانشيس كأنه لا يعرف ما الذي يفعله هناك وخرج لقد رأى موريس يوفايس كثيرا من الناس يموتون إيمانا بوجود عالم آخر يبعث من مطاهر المضطات الحيوية والمسكنات والكوابيس بلا أمل يفتح عينيه على بؤس زنزانته ويشعر أن فيهبا التي يرتديها قد اختفت إنه عار وملفوف بغطاء يحمل إلى وجه اليد التي كانت ويكتشف أنها مبتورة ومكوية بالزفت يحضق إليها طويلا كما لو أنه يود معرفة صاحب هذا الجسد الذي أفق فيه تعود إليه الذاكرة شيئا فشيئا تقطر صورا وأصواتا فيتذكر كل شيء ما عاد الألم في النهاية ربما يكون هناك إله رحيم يقول لنفسه ما الذي يضحكك؟ يسأله الصوت المرأة التي ظنها في هديانه ملكا تراقبه من خلف القطبان ليس في نظرتها أي شفقة أو عاطفة لماذا لم تتركوني أموت؟ لأن الموت يصب في مصلحتك يهز رأسه لا يعلم جيدا مع من يتحدث حتى لو أن في تلك المرأة شيئا يوحي إليه بأنه مألوف إلى حد كبير أين مارتين؟ لما لا يأتي؟ تنظر إليه المرأة بما يشبه الاحتقار المعرق بالحزن دافيد مارتين ينتظرك أين؟ في الجحيم لا أؤمن بالجحيم صبرا ستؤمن بالجحيم تنسحب المرأة إلى الضل وتهم بصعود السلم انتظري لا تذهبي أرجوك تتوقف لا تذهبي لا تتركيني وحيدا هنا من جديد لديك ثياب نظيف هناك ارتديها تقول له قبل أن تغيب صاعدة السلم يسمع فايس صوت باب ينغلق يعتر على الثياب في حقيبة في إحدى زوايا السنزانة ثياب قديمة أكبر من مقاسه لكنها نظيفة نوعا ما مع أنها تفوح برائحة الغبار ينزع عنه الغطاء ويدقق في جسمه العاري تحت الظلام بإمكانه أن يرى عظامه وأوتاره تحت الجلد حيث كان هناك في الصابق شحوم بارتفاع أصبع يلبس ليس من السهل أن يلبس المرء بيد واحدة أو أن يعقد أزرار البنطانون أو القميص بخمس أصابع غير أنه يمتن لوجود الجورب والحداء اللذين سيقيان قدميه البرد تم تشريء آخر في عمق الحقيبة كتاب يعرفه مباشرة من جلده الأسود ومن دمغة السلم اللولبي المنقوشة باللون القرمزي على الغلاف يضع الكتاب في حضنه ويفتحه يتصفح الكتاب ويتوقف عند الرسمة الأولى يرى فيها هيكل مسرح قديم ومنهار وعلى خشبته طفلة ترتدي فيهبا بيضاء ونظراتها محطمة عرفها حتى تحت ضوء الشمعة أرياضنا غمغم يغمض عينيه ويتشبث بقطبان الزنزانة بيد واحدة ربما للجحيم وجود بالفعل كانت الشمس المخملية تسبق الطرقات البريئة وكانت أليثيا تتمشى في الزحام المتجه إلى وسط المدينة وهي تستحضر مشهدا قرأته في الصفحات الأخيرة من أرياضنا والأمير القرمزي أرياضنا تصادف بائعا متجولا يبيع الأقنع والأزهار الذابلة عند أعتاب مدينة الموتة أكبر مقابر الجنوب وقد جاء بها إلى هناك ترام شبحي بلا صائق أو تذاكر وعلى أحد جانبيه لافتة مكتوب عليها القدر البائع أعمى لكنه شعر بدنو أرياضنا منه فسألها إن كانت تريد شراء قناع فالأقنعة التي يبيعها على عربته شرح لها مصنوعة من بقايا الأرواح الملعونة التي تسكن المقبرة ومفيدة في الاحتيال على القدر والبقاء على قيد الحياة ربما ليوم إضافي تعترف له أرياضنا بأنها لا تعرف قدرها وأنها متيقنة من إضاعته عندما سقطت في برشلونة الشبحية التي يهيمن عليها الأمير القرمزي فيبتسم بائع الأقنعة ويجيب بهذه الكلمات معظمنا نحن البشر الفانين لا نتوصل إلى معرفة قدرنا الحقيقي لأنه بكل بساطة يدهسنا وعندما نرفع رأسنا ونراه مبتعدا على امتداد الطريق يفوت الأوان فنضطر إلى متابعة ما تبقى من الرحلة على شفير ما يسميه الحالمون النج وما الأمل إلا الإيمان بأن تلك اللحظة الفارقة لم تحن بعد وأنه ما يزال في وسعنا أن نرى قدرنا الحقيقي وهو يقتربه وأن نقفز على متنه لاغتنام الفرصة بأن نكون ما نريد قبل أن تتلاشى إلى الأبد فيحكم علينا بحياة فارغة نتحصر فيها على ما كان ينبغي أن يكون ولم يكن كانت أليديا تتذكر تلك الكلمات كما لو أنها محفورة على جلدها لا شيء يفاجئنا ويرعبنا أكثر مما نعرفه مسبقا في منتصف ذلك النهار إذا أسندت يدها إلى بهب مكتبة سمبيري وأبناؤه القديمة راودها انطباع بأن تلك الحياة التي ينبغي أن تعاش كانت تلامسها فتساءلت إن كان قد فات الأوان أم ليس بعد وعند دخولها استقبلها رمين جرس وعثر الكتب الفواح من آلاف الصفحات التي تنتظر فرصتها والضياء الغائم الذي تنسج بسحره الأحلام كان كل شيء على حاله كما تذكر بدءا بلا نهائية الرفوف الخشبية الباهتة وحتى ضرت الغبار الأخير العالق في حزم النور المتسرب من الواجهة كل شيء ما عادها هي ولجت إلى تلك الغرفة كما لو أنها عائدة إلى ذكرى مفقودة وقالت في سرها لوهلة أن هذا المكان كان له أن يحتضن قدرها لو لأن الحرب انتزعت منها كل ما كانت تملكه وأذلتها وأهملتها في شوارع أرض ملعونة حرب كانت قد وضعت أوزارها لتصنع منها دمية بين مئات العرائس التي تضار بالحبال تؤدي دورا لم تعد تستطيع منه هروبا أدركت أن ذلك الإيهام الذي أوقد جمرات حدسها بين الحيطان الأربعة لمكتبة سمبيري وأبناؤه كان هو الحياة التي سرقوها منها أيقضتها نظرات طفل من سكرة خيالاتها لا يبدو أنه تعبد ربيعه الثاني أو الثالث وكان في قفص اللعب الخشبي الأبيض بجوار المستبة نهض الطفل ذو لفيفة الشعر الأشقر الناعم واللامع كأنه من صنع سائغ ذهب وتشبث بحافة القفص وأمعن في النظر إليها بتركيز يدرسها كما لو كانت نموذجا غرائبيا فانصاعت أليتيا لأحدى ابتسابات الصداقة التي ترتسم على شفاه المرء دون حتى أن ينتبه وبدأ أن الطفل يقيم ذلك التعبير وهو يلاعب تمساحا مطاطيا ثم قام بإطلاق الصاروخ ببراعة القوات الجوية وبهلوانيتها على مصار مجازي ليهبط عند قدميها فانحنت لتحمل التمساحا وسمعت حين ذاك صوتها خليان حبا بالله لا سبيل إلى تهدئة سمعت أليتيا خطواتها تدور حول المستبة ثم نهضت لتجدها قبالتها بيتريز بدت جميلة من مسافة قريبة كما وصفتها تقارير الأغبياء والفضوليين الذين كما هو متوقع لم يتمكنوا من الحديث عنها أكثر من ذلك كانت مرصعة بتلك الأنوفة السعيدة والمستعجلة لمن أصبحت أما قبل أن تتم أعوامها العشرين لكن نظراتها كانت لامرأة أكبر من سنها ضعفا ثاقبة ومتحرية ليس بمقدور أحد أن يفهم امرأة إلا امرأة وفي ترك اللحظة الوجيزة التي سلمتها أليتيا تمساح الصغير خليان فتلامست الأيدي وتقاطعت العيون شعرت كل منهما بأنها أمام ما يشبه المرآة العابرة للزمن دققت أليتيا في ذلك المخلوق وقالت في سرها إنها في حياة أخرى كان سيلق بها جدا أن تكون تلك المرأة الصغيرة ذات الملامح الصافية والملائكية التي لا بد وأنها ألبت رغبات وتطلعات من في الجوار الصورة الحية للزوجة الكاملة التي توضع على دعاية الموضة ومن جهتها دققت بيتريز التي حبلت بلا دنس بوجه تلك المجهولة التي بدت انعكاسا غامضا لذاتها بيا التي لم تكن لتستطيع أو تجروا أن تكون المعظر من الطفل ارتجلت بيا يبذل قصار جهده كي يعجب الآخرون بالتماسيح قدر ما يعجبونه لم يعجبه الجراء أو الذبب الصغار مثل الأطفال الآخرين لا مؤشر على ذائقة جيدة قالت آليفيا فالأطفال الآخرون متذلون جميعهم أليس كذلك؟ هزت طفل رأسه مرارا كما لو أنه عطر أخيرا على روح لها معنى في هذا الكون قطبت بيتريز حاجبيها كانت تقاسم تلك المرأة تذكرها بالساحرات المرسومات بالخطوط وشريرات الحكايات المبرزات بأسلوب رفيع اللواتي لا طالما أعجبن خليان ولا بد أن ابنها فكر في شيء نفسه لأنه مد يديه نحوها كأنه يرغب في أن تحمله بين ذراعيها يبدو كأنه حصل على كينز قالت بيا ولا تظن أن خليان يستميله أي أحد نظرت أليتيا إلى الطفل لم يحدث مطلقا أن حملت طفلا صغيرا بين ذراعيها ولم يكن لديها أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك وقد أحست بيا بارتباك المرأة فحملت خليان بين يديها أليس لديك أطفال؟ سألتها نفت الزائرة برأسها من الوارد أنك تلتهي منهم فكرت بيتريس بفورة الأم وما لابث خليان يرنو إليها مذهولا خليان اسمه؟ أجل دنت أليتيا من الطفل وانخفضت بحيث تصبح نظراتهما على المستوى نفسه فابتسم مسحورا وإذ فوجعت بيتريس بردة فعل ابنها سمحت له بمدي به نحو وجه تلك المرأة فدعى بخليان وجنتها وشفتيها وفي غضون ذلك التواصل ظنت بيا أنها لمحت في عيونها دموعا أو لعله انعكاس ضوء منتصف النهار تنحت المرأة بسرعة والتفتت كانت ترتدي ثيابا راقية وباهظة الثمن وفقا لما استطاعت بيا أن تفهمه هو نوع الملابس الذي كانت تقف أحيانا لمشاهدته على واجهات المحلات الاستثنائية في برشلونة ثم تنضي وشأنها لتحلم بعينين مفتوحتين وكان جسمها مسنونا يتحرك بأسلوب مصرحي شفتاها مرسومتان بلون فاقع لدرجة أنها لا تزرؤ على التفاخر به على الملأ ولم تضعه إلا في مناسبات ناذرة من أجل دانييل فقط عندما كان يبهرها بنبيذ المسكتل ويطلب منها أن تقوم بما يسميه السعرات يعجبني حذاؤك جدا قالت بيا التفتت المرأة ثانية وابتسمت لها مبرزة أسنانها بين أحمر الشفا وكان خليان يحاول أن يصفق مشيرا بكل وضوح أنه كان معجبا بكل شيء من الحذاء ذي السعر الخارق وحتى العينين التي تجريان تنويما مغناطيسيا كعيون الأفاعي هل تبحثين عن شيء معين حضرتك؟ حسنا لا أدري اضطررت إلى ترك كتبي كلها تقريبا عندما انتقلت والآن بالعودة إلى برشلونة أشعر بأني غريقة هل حضرتك من هنا؟ أجل لكني أقمت في الخارج عدة أعوام في باريس؟ باريس؟ لا ظننت ذلك نظرا إلى الثياب والمظهر تشبهين الباريسيات تبادلت أليثيا نظرة وخليان الصغير الذي ما زال مفتونا بها ويومئ كأن حكاية النسب الباريسي كانت فكرة هو لا فكرة والدته هل تعرفين باريس حضرتك؟ سألتها أليثيا لا من الكتب فحسب لكننا في العام المقبل سنحتفل بعيد زواجنا هناك هذا زوج أوه لم يتعلم ذلك بعد ضحكت بيا متوترة تمت شيء في نظرات تلك المرأة يفك عقدة لسانها غمزت لها أليثيا بعين متآمرة هذا أفضل فهناك كثير من الأشياء المهمة التي لا يمكن تركها في أيدي الرجال هل هذه زيارتك الأولى إلى المكتبة؟ سألتها بيا تيمنا بتغيير الموضوع لا في الحقيقة كنت آتي إلى هنا غالبا مع والدي في صغري لقد اشترت لي والدتي كتاب الأول من هنا لكن هذا حدث منذ أعوام طويلة قبل الحرب ورغم ذلك ما زلت أحتفظ من هذا المكان بذكرى طيبة وقلت لنفسي إنه المكان المثالي للبدء في إعادة تكوين مكتبة المفقودة انتعشت بيا تريس في أعماقها حين قدرت الأرباح المتأتية من هذه الصدقة إذ كانوا منذ مدة يعانون قحطا في المبيعات لذا رنت تلك الكلمات في أذنيها مثل موسيقى سماوية نحن هنا لتلبية كافة رغباتك لأننا في حالة عدم توافر كتاب ما فبوسعنا تأمينه لك في غضون ساعات أو أيام قليلة هذا يسعدني هل حضرتك صاحبة المكتبة؟ أنا بيا وهذه مكتبة والد زوجي لكن العائلة كلها تعمل فيها حتى زوجك يعمل معك يهل حسن حظك لا أعلم إن كنت أوافقك على هذه مزحتها بيا هل حضرتك متزوجة؟ لا ابتلعت بيا ريقها لقد زل لسانها مرة أخرى فذلك كان السؤال الشخصي الثالث الذي توجهه لهذه الزبون الوعدة بلا أي داعي قرأت أليثيا أفكارها وابتسمت لا تشغل بهلا يا بيا اسمي أليثيا مدت يدها فتصافحتها وخليان أيضا الذي لم يكن يفوت فرصة رفع يده ليرى ما الذي سيحدث فصافحته أليثيا وابتسمت بيا يداك تقولان إنه لابد أن يكون لديك أطفال عطت لسانها ما انتفوهت بهذه العبارة بيا أرجوك أن تخرصي لم تبدو أليثيا أنها سمعت كلماتها الأخيرة كانت هائمة في تمعون الرفوف الممتلئة بالكتب ترفع يدها وبالكاد تلامس أضلعها بالأنامل انتهزت بيا أن المرأة مولية ظهرها إليها فتفحصتها بجدية أكبر أحيطك علما بأننا نقدم أسعارا خاصة للسلسلات هل يمكنني أن أعيش هنا؟ سألت أليثيا ضحكت بيا عن غير اقتناع كامل ونظرت إلى ابنها الذي كان من الواضح أنه سيعطي المفاتيح إلى تلك المجهولة بلا نقاش شتاين بيك سمعتها تهمس لدينا مجموعة جديدة فيها الكثير من رواياته ووصلت للتو أخذت أليثيا أحد الكتب وفتحته وقرأت منه بعض الصطور لعلى التعيين كأنني أقرأ الأنغام من مدونة موسيقية غمغمت فكرت بيا أن المرأة تتحدث مع نفسها مفتونة بسحر الكتاب لتنساها وطفلها فتركتها وشأنها وسمحت لها بالتجول في المكتبة على هواها كانت أليثيا تختار كتابا من هنا وآخر من هناك وتتركه على المسطبة حيث تشكل برج هائل من المجلدات بعد ربع ساعة نقدم خدمة التوصيل إلى البيوت أيضا لا عليك يا بيا سأرسل أحدا لاستلامها بعد الظهر لكني سأخذ هذا معي لقد أقنعتني البطاقة التي تقول توصية من فرمين عناقيد الغضب للكاتب الفد خوانيتو شتاين بيك هي أشبه بسنفونية من الحروف لتخفيف حالة العته المتصلب والحف على الوقاية من السحايا في حالة الإمساك الدماغي الناجم عن إفراط في اعتناق الشرائع المعتمدة من قبل السداجة الحكومية رفعت بي عينيها إلى السماء ونزعت البطاقة عن الغلاف المعظرة فكرة بطاقات التوصيف هي إحدى ابتكارات فرمين الجديدة أحاول أن أتعاقبها كلها وأنزعها قبل أن يجدها الزبائن لكنه ما زال يفخخها هنا وهناك ضحكت أليتيا كانت ضحكتها جامدة باللورية وهذا فرمين أحد الموظفين لديكم هزت بي رأسها شيء من هذا القبيل يعرف نفسه بالمستشار الأدبي والمحقق الببليغرافي لمكتبة سمبيري وأبناؤه يبدو شخصية حقيقية ليس لديك فكرة أليس كذلك يا خليان؟ إنه لا مثيل للعم فرمين صفق خليان الصغير إنهما نسخة طبق الأصل فصلت بي لا أعرف أي منهما أكثر استهتارا أخذت بي تتحقق من أسعار الكتب وتدونها في سجل الحسابات فلاحظت أليتيا أنها تظهر أناقة في ذلك لا تدع مجالا للشك بمن ينظم حسابات هذا البيت الحساب بعد الخصم الذي نقدمه بلا خصم أرجوكي ففي إنفاق النقود على الكتب متعة لا أريد أن يقلصها علي أحد متأكدة؟ متأكدة للغاية دفعت أليتيا الحسابة وجهزت بيا الطرد الذي سيأتي أحدهم في العصر لاستلامه اقتنيت عددا جيدا من الكنوز قالت بيا آملوا أن تكون الأولى في قائمة طويلة سنكون هنا بانتظارك تعلمين ذلك مدت أليتيا يدها مرة أخرى فصافحتها بيا تشرفت بمعرفتك يا بيا سأعود عاجلا أومأت بيا مصرورة لكنها أحست في تلك الكلمات ما يشبه التهديد هذا بيتك أي شيء تحتاجين إليه؟ نفخت أليتيا قبلة وأرسلتها في الهواء إلى خليان الولهان الذي ما زال في نشوته نظر إليها وهي تضع القفازات كالهرة وتتجه إلى المخرج بخطوات كعبيها الذين يطرقان الأرض طرقا وفي تلك اللحظة تحديدا بينما كانت أليتيا خارجة وصل دانيا لاحظت بيا زوجها يسند الباب لخروجها وقد أصابه التبلد وانفرج بابتسامة يستحق عليها صفعة واحدة على الأقل فرفعت عينيها إلى السماء وتنهدت وكان خليان بجانبها يهمهم مثل ما اعتاد أن يفعل حين يفتتن بشيء ما سواء أكان حكاية يسردها عليه فرمين أم حماما ساخنا كلكم متشابهون غمغمت بيا دخل دانييل إلى المكتبة واستدم بنظرة بيا الجامدة التي كانت تذقب عظامه من كانت تلك؟ سألها لم تتوقف إلا عندما وصلت إلى منعطف باب الملاك هناك حيث استترت بزحمة الناس وتوقفت عند إحدى واجهات دار خربة لتمسح دموعها التي سالت على الخدين تلك هي حياتي نظرت إلى انعكاسها في الزجاج وجعلت الغل يستعر في وجدانها غبية قالت لنفسها سلمت أمرها للطرقات ترجعها إلى البيت فمضت في رحلتها المفضلة منذ أعوام خلت ومشت عشرين دربا خلال عشرين دقيقة هبطت من باب الملاك نحو الكاتدرائية ومنها انعطفت إلى شارع ذي لاباخا المحادي لبقايا الصور الروماني ونزلت حتى شارع أفنيون باجتياز الحي اليهودي ذي كال لطالما أحبت الشوارع التي لا يتقاسمها الطرام والسيارات هناك في قلب برشلونة حيث لا تدخل السيارات وأتباعها تمنت أليثيا أن يجري الزمن بشكل دائري فلو أنها لم تغامر بعيدا عن متاهة الأزقة حيث تمر الشمس بالكاد على رؤوس أصابعها لما كانت قد تقدمت في السن بل كانت ستعود إلى زمان متخف لتستعيد المسير الذي ما كان ينبغي لها أن تحيد عنه ربما لم يفوتها زمانها بعد ربما لا يزال هناك سبب لكي تواصل الحياة كانت أليثيا قبل الحرب في صغرها قد مشت في ذلك المسير مرات كثيرة ممسكة بأيدي والديها كانت تذكر أنها مرت أمام واجهة مكتبة سنبيري وأبناؤه مع والدتها وتوقفت هناك هنيها لتتبادل النظرات مع طفل مقهور يرمقها من الجانب الآخر للزجاج دانييل ربما كانت تذكر اليوم الذي أهدتها فيه والدتها أول كتاب قرأته أليثيا في حياتها مجموعة قصائد وحكايات خيارية لغوستاب وادولف بيغوير كانت تذكر الليالي الكثير التي أمضتها في سهاد لإيمانها بأن السيد بيريث عازف الأورغون يتجول في منتصف الليل عند عتبة غرفتها ولرغبتها في العودة إلى بازار الكتب المسحور حيث تنتظرها ألف حكاية وحكاية لتعيشها ربما كان لأليثيا في تلك الحياة الضائعة أن تكون أنذاك في الطرف الآخر من المسطبة تقدم الكتب إلى الزبائن وتدون العناوين والأسعار في سجل الحساب وتحلم بالرحلة إلى باريس مع دانييل كلما اقتربت من البيت عاد إحساس الغل المتكدر يراودها وهو يجرها نحو غرفة روحها المظلمة الغرفة التي كانت تعيش فيها بلا مرايا أو نوافذ تخيلت نفسها لوهلة تعود على خطاها لتدخل المكتب من جديد وتلتقي تلك المرأة الخرافية وابتسامتها الملائكية الناعمة ليطريز النقية رأت نفسها تخلق تلك الفتاة وتسرعها على الحائط وتغرس أطفارها في جلدها الطري وتقرب وجهها من الوجه الذي يكشف عن روح صافية بينما تطل بيا على الهاوية المخفية في عيني أليثيا في حين تلعق لها شفتيها وهي تتساءل ترى أي نكهة لعسل السعادة هذا الذي يبارك حياة أولئك الذين لطالما قال لها لينظروا بأنها لن تستطيع أن تكون واحدة منهم الأناس العاديون توقفت عند تقاطع شارع أفنيون بشارع فرناندو على مقربة من بوابة البيت وطأطأت رأسها اشتاحها شعور بالذنب كانت تسمع لنظروا في إحدى زوايا عقلها يضحك صاخرا بها عزيزة أليثيا يا ابنة الظلمات أنت تدمرين نفسك بهذه الأحلام التي ترين نفسك فيها أميرة المنزل وهي تنتظر عودة البطن وتعتني بذريته الطيبة وتقفز فرحا أنت وأنا ما نحن علي وكلما نظرنا إلى المرآة مرات أقل كان أفضل هل أنت بخير أنيسة أليثيا؟ فتحت عينيها لتجد نفسها أمام وجه مألوف قطعة من الماضي فرنانديتو انبسطت ابتسامة سعيدة على شفاه الولي بها سابقا لقد حملت الأيام معها فتى مسكينا متوتر العقل متخبط القلب وأحلت عوضا عنه رجلا ذا مهابة في مقتبل عمره وعلى الرغم من مرور الزمن ما زال شارد النظرة مثل ما كان عليه يوم ودعها في محطة فرنسا كم أنا فرح لرؤيتك ثانية يا أنيسة أليثيا ما زلت على حالك ماذا أقول؟ بل بنت أفضل حالا أنت الذي ينظر إليه بعيون أفضل يا فرنانديتو فمن تغير حقا هو أنت؟ هكذا يقولون لي أكد الشاب الذي بد راضيا عن تحسن صورته أصبحت مفتول العضلات قالت أليثيا لا أعلم إن كان ما يزال يحق لي أن أناديك فرنانديتو فالآن تبدو لي أدون فرناندو تدرج وجهه وأخفض عينيه يحق لك أن تناديني كما تشائين يا أنيسة أليثيا انحنت إليه وقبلت خده الذي كان آخذا بالتقشر دهش فرناندو وظل متجمدا ثم عانقها بقوة في نوبة عاصفة أنا سعيد لعودتك إلى الضيار يا أنيسة أليثيا لقد اشتقنا إليك كثيرا هل لي أن أعرض عليك؟ ارتجلت أليثيا أما زلت تحب الحليب بالشوكولاتة؟ انتقلت إلى القهوة المعدلة بالروم داك الذي لا ينتج التستيرون ضحك فرنانديتو فعلى الرغم من جسده المكتنز بالعضلات ونمو لحيته وغلاضة صوته مؤخرا ما زال يضحكك الأطفال أخذت أليثيا بدراعه وجرته إلى الجران كافي حيث طلبت فنجان قهوة معدلة بأجود أنواع الروم الكوبي وكأسا من نبيب أليا شاربا نخب سنوات الغياب وراح فرنانديتو الثمل بالروم وبحضور أليثيا يحدثها أنه يعمل من حين إلى حين محاسبا في بقالية الحي وأنه ارتبط بفتاة اسمها كانديلا بعد أن تعرف عليها في دروس المبادئ الدينية في الكنيسة خيار واعد ارتجلت أليثيا متى تتزوج؟ أتزوج؟ هذه أحلام خالتي خصوصة فأنا تمكنت من الحصول على قبلة من كانديلا بشق الأنفس تعتقد أن القبلة حرام إذا لم يشهد عليها القس إذها شاهد القس على القبلة تفقد نكتها لقد قلت لها ذلك ثم إنني بالأجر الزهيد الذي أتقاضاه من الدكان لا أستطيع توفير حتى فلس واحد من أجل الزواج تصور أني وقعت على 48 كمبيال من أجل شراء الدراجة النارية الفيسبا ألديك فيسبا؟ جوهرة مستعملة ثلاث مرات لكني طليتها فصارت مسرة للناظرين سأصحبك بها يوما ما إلا أن ما كلفني الكثير وسيكلفني أننا في العائلة نمر بضيق مادي منلؤا مرض والدي واضطر إلى ترك العمل في سيدا تلك الأبخرة الأسيدية لقد اهترأت رئتاه المسكين يؤسفني جدا يا فرنانديتو هذه هي الحياة راتبي حتى الساعة هو المعيل الوحيد للبيت وعلي أن أبحث عن عمل أفضل ما الذي تهوى فعله؟ نظر إليها بابتسامة ملغزة أتعلمين ما الذي أهوى فعله على الدوام أن أعمل معك؟ لكنك حتى لا تعرف طبيعة عملي يا فرنانديتو لست غبيا كما أبدو يا أنسى أليتيا لم أفكر في أنك غبي على الإطلاق واهم نعم سادج ربما أي شيء أقول ولا تعرفينه عني مسبقا لكني أدرك أنك تعملين في شعبة الألغاز والفخاخ ابتسمت أعتقد أنه يمكن وصفه بذلك وأنا لا أفشي الأسرار ها؟ ألتزم الصمت نظرت أليتيا في عينيه فمدغ فرناندي الطريقة لطالما سرعت الإطلالة على تلك الهاوية من خفقات قلبه هل يسعدك حقا أن تعمل معي؟ سألته أخيرا جحدت عيناه لا شيء في الدنيا يجعلني أسعد من العمل معك ولا حتى الزواج بالعزيزة كانديليتا؟ لا تكون شريرة فأنت في بعض الأحيان تكونين شريرة كثيرا يا أنسى أليتيا هزت رأسها متقبلة التهمة انظري لا تظني أبدا أنني أتوهم فأنا أعرف أنني لن أحب أحدا مثل ما أحببتك لكن هذه مشكلة أنا لقد أدركت منذ زمن أنك لن تكوني لتباذلين الحب أبدا فرنانديتو دعيني أنهي كلامي فنادرا ما وجدتني أتكلم بصراحة لا أريد أن أهمل أي تفصيل لأني أعتقد أن الشجاعة لن تتملكني أبدا لمصارحتك بما أشعر هزت رأسها بنعم ما أردت قوله وأعرف أنه ليس من شأني فلا تغضب مني لأني أقول لك الحال أنه لا مشكلة عندي إن كنت لا تحبينني لأنني أحمق ومغفل ولكن سيتوجب عليك أن تحبي أحدا ما ذات يوم لأن الحياة قصيرة جدا وما أحقر أن تعيشيها هكذا وحدانية طأطأت ألي فيها رأسها لا نختار من نحب يا فرنانديتو ربما لا أستطيع أن أحب أحدا ولا أعرف كيف أجعل أحدا يحبني لا أصدق ذلك أليس الرجل الضخم الذي يرافقك خطيبك بارغاس كلا مجرد زميل مهنة وصديق جيد على ما أظن لعلي أستطيع أن أكون كذلك أنا أيضا صديق أم زميل مهنة كلا هما معا إن أردتي التزمت أليتيا الصمت طويلا سارحة الفكر وكان فرناندو يترقب وينظر إليها بخشوع المتدينين وماذا لو كان العمل خطيرا سألته أليتيا هل هناك أخطر من حمل صندق مليئ بالقوارير على سلالم هذا الحي أو مأت أليتيا بنعم منذ أن أعرفتك وأنا أعلم أنك الخطر بعينه يا أهنسة أليتيا لا أطلب منك سوى أن تمنحيني فرصة إن رأيت أنني لا أساوي شيئا فافصليني بلا مراعاة ما رأيكي؟ مد يده نحوها فأمسكتها أليتيا وبدل أن تصافحها قبلتها كأنها يد أميرة وحملتها إلى خدها فتغير لون وجهه حتى صار بلون الضراقة الناضشة موافقة أسبوع على سبيل التجربة إن وجدت العمل لا يناسبك بعد أيام نفسخ العقد جديا أكدت برأسها شكرا جزيلا لن أخيب ظنك أقسم لك أعرف يا فرنانديتو ليس لدي شكوك حول هذا الأمر هل هناك حاجة إلى التسلح؟ أقول ذلك لأن والدي ما زال يحتفظ ببندقية الميليشيا يكفي أن تتسلح بالحضر ومما تتكون المهمة؟ أن تكون عيوني سأكون متشائين كم يدفعون لك أجرا في البقالية؟ بؤس وشركاؤه سيكون راتبك الأسبوعي ضعف ما تتقاضى أربع مرات إضافة إلى الحوافس والمكافآت وسأدفع لك القسط الشهري للفيسبا هذا مبدئيا هل تراه منصفا؟ أو ما أفرنانديتو مفتوما؟ تعلمين أن من أجلك مستعد للعمل بالمجان بل وأدفع من جيبي أيضا هزت رأسها لقد ول زمان العمل بالمجان يا فرنانديتو مرحبا بك في الرأس مالية ألا يقولون إنها شيء قبيح؟ أسوأ من ذلك وستعجبك حتى الموت متى أبدأ؟ على الفور؟ ترجمة نانسي قنقر